اهلا بكم سنة ربعة ابتدائي ومعانا النهاردة تالت درسة في الوحدة التانية بعنوان الاماكن السياحية والاسرية في بلدنا يعني ايه بقى الاماكن السياحية والاسرية اقولك يعني الاماكن اللي السياحة بييجوا من كل حتة في العالم علشان يشوفوها عندنا في بلدنا طيب السؤال هنا هو احنا عندنا اماكن واصار كتير بتخلي السياح دول ييجوا عندنا اقولك ايوة طبعا دا احنا عندنا اصار واماكن موجودة بقالها 7000 سنة 7000 سنة ايوة يبقى احنا عندنا اماكن سياحية واسرية موجودة بقالها قد ايه 7000 سنة يبقى كده مصر بلدنا دي بلد ايه اقول له بلد سياحي يعني بلد سياح بيجولها من كل حتة علشان يشوفوا الاصار والاماكن السياحية الجميلة اللي فيها طيب انت بتقول لي فيه اصار موجودة في مصر من حوالي سبع تلاف سن اقول لك اه طب ما تقول لي الاصار دي بتاعت مين اقول لك عارف اجدادنا المصريين القدماء ايوة سابونا اصار بقول على الاصار دي انها اصار الحضارة المصرية القديمة اللي هي الفرعونية يبقى لما يقول للحضارة المصرية القديمة يعني الحاجات اللي اجدادنا سابوهنة اللي هم المصريين القدماء اللي بنقول عليها الحضارة الفرعونية يعني اصار وحاجات سابوهنة طيب هم بس اللي سابونا اصار لا امال مين كمان قالك بعد اجدادنا جم ناس اسمهم اليونانيون جم قعدوا في مصر وحكموها فسابونا حاجات فبنقول على الحاجات اللي سابوهنة الحضارة اليونانية بعد اليونانيون دول جم الرومان قعدوا في مصر وعملوا حاجات وسابونا اصار فبنقول على الحاجات اللي سابوهنة الحضارة الرومانية بعد الرومان جات الديانة المسيحية دخلت مصر والمصريين دخلوا الدين المسيحي وبقى عندنا كنائس واديرة من زمن جدا فبنقول عليها الحضارة القبطية يبقى الحاجات المسيحية في مصر بقول عليها الحضارة ايه؟ القبطية بعد كده جه الاسلام دخل مصر وبقى عندنا مساجد وحاجات كتير جدا فهنقول عليها الحضارة الاسلامية يبقى احنا عندنا في مصر اصار لو جينا نشوف عمر الاصار دي هنلاقيه يجي سبع تلف سنة من ايام اجدادنا القدماء المصريين يعني الحضارة المصرية القديمة سبت لنا اصار بعدهم جات الحضارة اليونانية بعدهم جات الحضارة الرومانية كل دول بيسيبوا اصار بعد كده جت الحضارة القبطية يعني الدين المسيحي بقى عندنا كنائس كتير جدا واديره زي دير سانت كاترين طيب ايه كمان اقول لك الحضارة الاسلامية لما الدين الاسلامي دخل مصر وبقى المصريين مسلمين بقى عندنا مساجد كتير جدا وبقى عندنا اصار اسلامية السياح بقى بيجونا من كل حتة في العالم علشان يشوفوا الاصار دي طيب ما تقول لي بقى شوية اصار تبع كل واحدة من دول يعني اجددنا يعني الحضارة المصرية القديمة الفرعونية سابت لنا اصار زي ايه ومثلا الحضارة الرومانية سابت لنا اصار زي ايه وكمان الحضارة القبطية زي ايه وكمان الحضارة الاسلامية اصارها زي ايه اقول لك يلا نتكلم عن الحضارة المصرية القديمة والحاجات اللي اجددنا المصريين القدماء سبوهن من زمان جدا جدا وهنتكلم عن اهم حاجة وهي الاهرامات وبلهول الاهرامات وبلهول اجدادنا اللي عملوها ايوة طب الاهرامات دي موجودة فين اقولك موجودة في محافظة الجيزة فين بالزبط اقولك فوق هضبة مرتفعة يعني فوق حتة عالية موجودة بالزبط غرب نهر النيل يبقى تاني لما نجي نتكلم عن الاهرامات وبلهول وحد يسألني ويقولي هي الاهرامات وبلهول في انهي محافظة اقوله في محافظة الجيزة فين بالزبط اقوله فوق هضبة مرتفعة غرب نهر النيل بس استنى هم ليه اجدادنا المصريين القدماء بنوا الاهرامات فوق هضبة مرتفعة اقوله لتكون بعيدة عن الفيضان قالك ان نهر النيل ايام زمان كل سنة كان بيجيب مياه كتير فيضان يعني بيغرق كل حاجة فاجدادنا قالولك احنا هنبنى الاهرامات فوق هضبة مرتفعة علشان المية بتاعت نهر النيل يعني الفيضان ما يغرقش الاهرامات وبلهول يبقى احنا كده عرفنا ان الاهرامات وبلهول موجودين في محافظة الجيزة على هضبة مرتفعة غرب نهر النيل ليه لتكون بعيدة عن الفيضان طيب هم الاهرامات دول كم هرم اقوله تلاتة تلات اهرامات ايوة هرم اسمه هرم خوفو هرم خفرع هرم من قو رع طيب الناس بتقول عليه من قرع اقولك ماشي صح بس هنا في حرف الواو فهقول من قو رع يبقى انا عندي كم هرم تلاتة خوفو خفرع من قو رع اكبر واحد فيهم خوفو واللي بناهي الملك خوفو علشان كده سمينا الهرام باسمه طيب خفرع ده الهرم الاوسط يعني اصغر من الهرم الكبير بشوية واللي بناه برضو ملك اسمه خفرع فقن عليه هرم خفرع طب من قو رع ده اصغر هرم خالص وده اللي بناه ملك اسمه من قو رع فقن عليه هرم من قو رع يبقى انا عندي كم هرم؟ تلاتة خوفو خفرع من قو رع دول موجودين فين؟ في الجيزة فين بالزبط؟ فق هضبة مرتفعة غرب نهر النيل طب اجددنا القدماء المصريين عملوا الهرمات التلاتة دول فق هضبة مرتفعة ليه؟ اقول له لتكون بعيدة عن الفيضان ليه؟ لتكون بعيدة عن الفيضان طيب السؤال هنا اجددنا القدماء المصريين بنوا الاهرمات ليه؟ اقول له علشان تبقى مقابر مقابر؟ ايوه كل هرم من دول هيدفن فيه ملك طب ليه؟ قالك لانهم كانوا بيعتقدوا في حاجة اسمها البعث والخلود يعني ايه البعث والخلود؟ قالك اجددنا كان عندهم اعتقاد يعني كانوا بيقولوا انهم بعد ما يموتوا ويندفنوا هيصحوا تاني فده اسمه البعث يبقى البعث يعني الواحد هيصحى تاني بعد الموت طيب وبعد ما يصحى هيعيش حياة معادش هيموت فيها فده اسمه الخلود من اللي كان معتقد في الكلام ده اجددنا القدماء المصريين يبقى اجددنا القدماء المصريين كان عندهم اعتقاد اسمه الاعتقاد في البعث والخلود فقالولك بقى احنا هنبني اهرمات كبيرة جدا علشان الملك يندفن فيها ونحط مع الملك كل الحاجات اللي هيحتاجها لاننا معتقدين وعارفين ان الملك ده هيصحى تاني يعني هيحصل له حاجة اسمها البعث ولما يصحى هيعيش ومعادش هيموت تاني فده اسمه الخلود يبقى لما يقول لي ايه اهمية الاهرامات للمصريين القدماء يعني ليه الاهرامات دي كانت بالنسبة لهم حاجة كبيرة اقول له كانت مقابر لهم ليه لاعتقادهم في البعث والخلود تاني اهمية الاهرامات او ليه اجددنا القدماء المصريين بنوا الاهرامات اقول له كانت مقابر لهم لاعتقادهم في البعث والخلود يعني كانوا معتقدين ومسدقين انهم هيصحوا تاني فده اسمه بعث ولما يصحوا تاني هيعيشوا على طوله ومعادش هيموتوا فده اسمه خلود ده اعتقادهم تفكرهم يبقى هم كان عندهم اعتقاد في البعث والخلود علشان كده بنوا الاهرامات علشان تبقى مقابر قوية ليهم وحطوا مع الميت ومع الملك كل اللي هو عاوزه طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاهرامات التلاتة وعرفنا ليه اجددنا بنوا الاهرامات طيب انت قلتلي كمان ابو الهول ايه ابو الهول ده اقولك ده تمسال الملك خفرع هو اللي بناه يعني اللي بناه تاني هرام هو اللي بناه تمسال ابو الهول طب تمسال ابو الهول ده شكله ايه اقولك رأس تمسال انسان يبقى الرأس ايه انسان والجسم اسد طب ليه قالك علشان يدل على القوة يبقى شيء قوي الاسد طبعا قوي يبقى تاني مين اللي بناه تمسال ابو الهول اقوله الملك خفرع اللي هو بناه تاني هرام طيب التمسال ده شكله ايه اقوله رأس تمسال انسان وجسمه اسد ليه ليدل او ليكون رمز للقوة طب السؤال هنا هو عمل التمسال ده قدام الاهرامات ليه اقوله علشان يحمل اهرامات من الصرقة طب هنا واحد يقول لي هو تمسال هيحمل اهرامات من الصرقة ازاي اقولك هو اعتقادهم كده هم اللي مسدقين الكلام ده طيب كده احنا اتكلمنا عن اثار موجودة من ايام اجدادنا القدماء المصريين اللي هي الاهرامات وابو الهول هنتكلم عن ايه بقى اقولك تعالي نشوف بقى الاثار اللي موجودة من الحضارات التانية زي مثلا الحضارة الرومانية ايه الاثار اللي في مصر تابع الحضارة الرومانية اقولك حصن اسمه حصن بابليون حصن ايه بابليون ايوة حصن بابليون ده فاكر قلعة صلاح الدين اه مش القلعة دي كانوا بيحطوا فيها جنود علشان يحموا البلد برضو حصن بابليون ده الرومان عملوه وكان فيه جنود طيب بالنسبة للاثار القبطية يعني الاصار المسيحية عندنا ايه قالك عندنا الكنيسة المعلقة الكنيسة ايه المعلقة وهنعرف ليه اسمها المعلقة الوقتي طيب بالنسبة للاصار الاسلامية قالك عندنا جامع اسمه جامع عمرو بن العاص يبقى لما جينا نتكلم عن الحضارة المصرية القديمة اتكلمنا عن الاهرامات وبلهول وعرفنا كل التفاصيل عنهم طيب يلا نشوف اصار تانية قلتلك مثلا عندنا في الاثار الرومانية عندنا حصن بابليون حاجة اسمها ايه حصن بابليون طيب في الاثار القبطية عندنا الكنيسة المعلقة طيب في الاثار الاسلامية عندنا جامع عمرو بن العاص طيب السؤال هنا لو عايز اشوف حصن بابليون والكنيسة المعلقة وجامع عمرو بن العاص اروح فين اقولك تروح القاهرة فين بالزبط اقولك حي مصر القديمة حي مصر القديمة في حتة هناك اسمها مجمع الاديان يبقى لو عايز اشوف حصن بابليون والكنيسة المعلقة وجمع عمرو بن العاص وكمان حاجة اسمها المعبد اليهودي لان كان فيه يهود عايشين في مصر وكان لهم معبد كل الحاجات دي موجودة في القاهرة فين بالزبط اقولك في حي مصر القديمة في حتة اسمها مجمع الاديان يبقى انا كده عرفت ان مجمع الاديان فيه حصن بابليون وفيه الكنيسة المعلقة وفيه جمع عمرو بن العاص وفيه المعبد اليهودي طيب بالنسبة الحصن بابليون اقوله دي من الاثار الرومانية طيب الكنيسة المعلقة دي من الاثار القبطية طيب الكنيسة المعلقة دي هي ليه اسمها المعلقة قالك لانهم لما جم يبنوا الكنيسة دي بنوها فوق الأبراج الجنوبية من حصن بابليون جم فوق الأبراج بتاع حصن بابليون اللي موجودة في الجنوب وبنوا فوقها الكنيسة المعلقة فبقت الكنيسة في العالي وبعيدة عن الأرض علشان كده سموها الكنيسة المعلقة يبقى لماذا سميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم أقول له لأنها بنيت على الأبراج الجنوبية لحصن بابليون وترتفع عن الارض عدة امطار يعني موجودة في العالي يبقى احنا كده عرفنا ان حصن بابليون من الاصار الرومانية وعرفنا ان الكنيسة المعلقة دي من الاصار القبطية وعرفنا ليه اسمها المعلقة اقول له علشان اتبنت على الابراج الجنوبية اللي موجودة في حصن بابليون طيب جمع عمرو بن العصده من اللي بناه اقول له القائد عمرو بن العاص عمرو بن العصده هو اللي كان جه بجيش اسلامي وجه دخل الاسلام مصر الكلام ده ايام الخليفة عمر بن الخطاب ما كان بيحكم الدولة الاسلامية عمر بن الخطاب كان هو اللي بيحكم الدولة الاسلامية كلها بعت عمر بن العاص بجيش علشان يعرف المصريين الدين الاسلامي ولما جه عمر بن العاص مصر المصريين بدأوا يخشوا في الاسلام وقام بني جامع اسمه جامع عمر بن العاص طيب عندنا كمان في مجمع الاديان المعبد اليهودي اللي موجود في الفستات يبقى انا عندي مجمع الاديان اللي موجود في حي مصر الاديمة في القاهرة موجود في حسن بابليون والكنيسة المعلقة وجمع عمرو بن العصو المعبد اليهودي ولو جينا بصنا على المعبد اليهودي ده برضو موجود في مجمع الاديان في حتة اسمها الفستات طب لو عايز اشوف حاجات اكتر قالك ما تطلعش من الفستات برضو ليه قالك علشان هنروح نشوف المتحف القومي للحضارة المصرية احنا الوقتي في مدينة الفستات رحنا بنينا متحف قومي للحضارة المصرية جمعنا كل الاثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والاسلامية والحديثة كل الاثار دي هتلاقيها في المتحف القومي للحضارة المصرية اللي موجود في الفستات برضو في القاهرة طيب المتحف ده اتعمل امتى اقولك تم افتتاحه سنة 2021 يوم 18 ابريل استنى هنا فاكر يوم 18 ابريل ده مش احنا خدناه قبل كده ايوة ده اليوم العالمي للتراص اقولك ايوة تم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية في اليوم العالمي للتراص يوم 18 ابريل في سنة 2021 يبقى انا كده عندي مجمع الاديان في حي مصر القديمة في القاهرة في حاجات كتير جدا 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 وانا هناك في مدينة الفستات مطلعشي ليه اقولك علشان عندك المتحف القومي للحضارة المصرية هناك فيه اصار فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية واسلامية وحديثة كل ده موجود فيه ايوة طب المتحف ده اتفتح امتى اقوله يوم 18 ابريل سنة 2021 يعني اتفتح في اليوم العالمي للتراص طيب السؤال هنا انت هتكلمني عن اصار قديمة جدا 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 ما تكلمني عن شوية حاجات جديد اقولك يلا بينا نروح على برج القاهرة برج القاهرة ايوة فين ده اقولك في القاهرة فين بالزبط اقولك في جزيرة اسمها جزيرة الزمالك في نهر النيل يبقى لو عايز اشوف اصار جديدة لسه معمولة قريب من حوالي مثلا 60 سنة اقولك برج القاهرة اللي هو ده برج القاهرة ده موجود في القاهرة في جزيرة اسمها جزيرة الزمالك في نهر النيل طب من اللي عمل برج القاهرة اقوله المهندس نعوم شبيب شبيب نعوم شبيب ايوه المهندس نعوم شبيب ده لما جيه يعمل برج القاهرة قالك انا عايز اعمل حاجة مميزة برج عالي ومميز طب هتعمله مميز ازاي قالك انا هعمله على شكل زهرة اسمها زهرة اللوتس زهرة اللوتس ايوه زهرة اللوتس دي ايه قالك دي كانت موجودة عند اجدادنا القدماء المصريين بيرسموها على كل حاجة يعني كانت رمز من الرموز بتاعتهم تلاقيهم رسمين على كل حاجة زهرة اللوتس فالمهندس نعوم شبيب قالك بقى انا هعمل برج القاهرة على شكل زهرة اللوتس طيب فين برج القاهرة اقوله في القاهرة فين بالزب اقوله في جزرة الزمالك اللي موجودة في نهر النيل طيب بس استنى برضو انت قاعد تكلمني عن الاهرامات وبالهول وعن مجمع الاديان وحسن بابليون والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي وجمع عمرو ابن العص وكل الاماكن دي حلوة وكل حاجة انا عايز اصيف بقى عايز استمتع بالمية عايز اشوف مناظر جميلة اروح فين اقولك يلا بينا نروح على اجمل مدينة اللي هي مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ ايوة فين دي اقولك موجودة في جنوب سيناء المدينة دي المناخ بتاعها معتادل يعني الجو بتاعها معتادل كمان هتلاقي فيها مناظر طبيعية خلابة يعني مناظر جميلة جدا 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 زي الجبال الشاهقة يعني الجبال العالية وكمان المية الصافية بتاعت البحر الاحمر والشعاب المرجانية الملونة كل ده موجود في مدينة شرم الشيخ علشان كده مدينة شرم الشيخ دي بيجي لها سياح من كل حتة في العالم يبقى لو عايز اروح مكان جميل جدا 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 عندنا في مصر اروح فين اروح مدينة شرم الشيخ ليه اقوله لان مناخها معتادل ويوجد بها مناظر طبيعية خلابة يعني جميلة جدا 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 طب ايه المناظر الخلابة اقولك الجبال الشاهقة الجبال العالية هنشوف هناك جبال عالية جدا هنشوف هناك مية صافية جدا هنشوف هناك شعاب مرجانية ملونة قالك لدرجة ان منظمة اليونسكو اختارت مدينة شرم الشيخ قى افضل مدينة سلام على مستوى العالم افضل مدينة سلام ايوة قالك المدينة دي جميلة جدا 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 مفهاش مشاكل خالص فدي افضل مدينة سلام على مستوى العالم من اللي قال الكلام ده منظمة اليونسكو يبقى احنا كده عرفنا الاماكن السياحية والاسرية وعرفنا ان احنا عندنا اثار بقالها اكتر من 7000 سنة علشان كده السياح بيجوا يتفرجوا على الاسر دي اما بقى لو واحد عايز يستمتع بالطبيعة الخلابة والجو الجميل هيروح على طول على مدينة شرم الشيخ وبكده هنكون خلصنا درسنا النهاردة تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط